بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سقوط الطائرة الأقوى في العالم وبريطانيا تسابق الزمن لانتشال طائرة F-35 وحماية أسرارها تخشى أن تصل إلى يد روسيا أو تركيا أو الصين أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد أثارت حادثة سقوط طائرة F-35 جدلا جديدا حول سلامة هذه الطائرة رغم تأكيد وزارة الدفاع البريطانية أنها ما زالت تحقق لمعرفة إذا كان السقوط مرده لسبب تقني أو بشري وتسابق بريطانيا الزمن لانتشال الطائرة من البحر خشية وصول دول أخرى وكشف أسرارها في حادثة هي الأولى من نوعها في العالم أعلن الجيش البريطاني سقوط مقاتلة حربية من طراز F-35 التي تعد أحدث طائرة عسكرية في العالم وأغلاها وأكثرها تطورا من حيث التكنولوجيا واكتفى الجيش البريطاني بإعلان سقوط الطائرة المشاركة في عمليات عسكرية على متن حاملة الطائرات الملكة إليزابيث برابط السواحل المصرية ونجاة طيارها دون تقديم المزيد من التفاصيل عن أسباب السقوط وتعتبر هذه المرة الأولى التي تسقط فيها طائرة F-35 التي تتسابق الكثير من الدول في العالم للحصول عليها وما زاد حساسية الحادثة هو دخول الجيش البريطاني في سباق مع الزمن من أجل انتشال الطائرة من المياه قبل أن تصل إليها دول أخرى فتكتشف التكنولوجيات المستخدمة فيها سباق مع روسيا في عملية عسكرية سرية ومعقدة تعمل البحرية البريطانية ليلة نهار من أجل العثور على حطام الطائرة مخافة أن تصل لها دول أخرى خصوصا روسيا حيث كشفت صحيفة مترو البريطانية أن هناك تخوفا لدى الجيش البريطاني من وصول روسيا للطائرة التي تعد درة التاج في سلاح الجو البريطاني والأمريكي أما صحيفة ديلتيليغراف البريطانية فقد كشفت أن الإمكانيات المتوفرة لدى الجيش البريطاني ربما لن تكون كافية لسحب الطائرة ولهذا فقد تم استدعاء الجيش الأمريكي لتقديم المساعدة لنظيره البريطاني للوصول إلى الطائرة التي تتوفر على أجهزة رادار يمكن رصدها على بعد ميل تحت سطح البحر وحسب نفس المصدر من المتوقع أن تشمل هذه العملية الحساسة والدقيقة مركبات عسكرية تعمل بالتحكم عن بعد في المياه العميقة والتي ستعلق أكياسا ضخمة قابلة للنفخ على الطائرة بحيث ترتفع إلى السطح كنز ثمين في البحر حسب التصريحات عدد من المصادر العسكرية البريطانية لوسائل إعلام بريطانية فإن عملية سحب الطائرة ليست هي المعقدة ولكن تحديد مكانها في عمق المياه هو الأصعب فبالنظر للسرعة التي كانت تحلق بها الطائرة يصعب تحديد موقعها بالضبط والأمر يحتاج لوقت قبل العثور عليها لكن الوقت ليس في صالح البريطانيين فهذه الطائرة هي عبارة عن كنز ثمين مدفون في أعماق البحار بالنظر لتقنياتها العالية وقدرتها على التخفي وجمع المعلومات الاستخباراتية وتوفرها على أجهزة رادار واستشعار تسمح لها بسرعة تفوق سرعة الصوت دون أن يرصدها أي رادار أو منظومة دفاعية مما يفسر تكلفتها العالية التي تبلغ 120 مليون دولار للطائرة الواحدة عملة نادرة تعتبر طائرات F-35 عملة نادرة في سلاح الجو ورغم سعي العديد من الدول للحصول عليها وإعلان شركة لوكهيد مارتن المصنعة للطائرة أنها تخطط لبيع 3000 منها فإن دولا قليلة هي من نجحت في إبرام عقود لشرائها وعددها 14 دولة من بينها إيطاليا والدنمارك وهولندا واليابان وكوريا الجنوبية وتتوفر الولايات المتحدة على 500 طائرة F-35 يليها سلاح الجو الملكي البريطاني الذي يمتلك 24 طائرة ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 48 بحلول عام 2025 على أن يرتفع إلى 138 طائرة خلال السنوات العشر المقبلة وتساهم المملكة المتحدة في تصنيح 15% من قطع هذه الطائرة وحش السماء تعتبر طائرة F-35 أكثر طائرة متطورة تحلق في السماء حاليا ويطلق عليها اسم الجيل الخامس من الطائرات لما فيها من مميزات غير مسبوقة فهي مزودة بصواريخ جو جو وقنابل موجهة بالأشعة وتبلغ سرعتها القصوى 2000 كم في الساعة وتتوفر على تكنولوجيا تجعلها تتحرك في السماء بشكل غير مرئي وقادرة على اختراق كل المنظومات الدفاعية وتساعدها التكنولوجيا المتطورة على الهروب من الصواريخ الحرارية المضادة للطائرات إضافة إلى 6 كاميرات تمنح الطيار رؤية تبلغ 360 درجة ولا يتوقف الأمر عند قدراتها القتالية بل تعتبر هذه الطائرة جاسوسا طائرا لقدرة أجهزة استشعارها على أن تجمع كل المعلومات التي تمر عليها وأن تمررها في نفس الوقت إلى طائرات أو منظومات دفاعية أخرى مما يمنح أسرابا بأكملها مستوى أكثر تقدما من معرفة ظروف القتال واستباق أي تحرك من طرف العدو شكوك السلامة أثارت حادثة سقوط الطائرة في 35 جدلا جديدا حول سلامة هذه الطائرة رغم تأكيد وزارة الدفاع البريطانية أنها ما زالت تحقق لمعرفة إن كان السقوط مرده لسبب تقني أو بشري مضيفة أن سيرب المملكة المتحدة من هذه الطائرات برفق الطائرات تابعة للجيش الأمريكي قامت بأكثر من ألفي طلعة جوية دون تسجيل أي حادثة ومع ذلك فقد كشف تحقيق سابق لصحيف التايمز البريطانية أن في هذه الطائرة بعض نقاط الضعف ومن بينها عدم القدرة على نقل البيانات منها إلى طائرات قديمة الطراز دون كشف موقعها للعدو وحسب نفس المصدر فإن من الصعب جدا أن تقوم الطائرة بإقلاع عمودي بشكل آمن تماما إضافة إلى الخشية من تعرض النظام الإلكتروني للطائرة لهجمات إلكترونية كما أن تحقيقات الصحيفة كشفت أن الطائرة لا يمكنها السفر بأقصى سرعتها إلا لمدة 150 ميلا فقط قبل أن تكون مضطرة إلى إعادة التزود بالوقود أيضا في ذات السياق سباق للحصول على حطام طائرة F-35 البريطانية التي سقطت في البحر المتوسط كشفت مصادر دفاعية بريطانية أن المملكة المتحدة تسابق الزمن للحصول على حطام طائرة F-35 التابعة لها قبل عثور أي دولة عليها وأكد مسؤولون بريطانيون أن التحرك بسرعة لاستعادتها قبل سقوط أي جزء منها في يد منافسين لها وذكر التقرير عن مصادر دفاعية أن تركيا حريصة جدا على العثور على حطام الطائرة بخاصة بعد إخراج تركيا من برنامج مقاتلات F-35 وفق صحيفة The National كما أشار التقرير إلى أن بريطانيا تتخوف من روسيا كذلك التي تمتلك قاعدة بحرية في سوريا قريبة من موقع تحطم الطائرة كما يخشى من بيع الحطام لقوى أجنبية مثل الصين وأوضح مصدر عسكري للصحيفة البريطانية أن مسجلات الطائرة ستكشف عن معلومات عسكرية سرية للغاية مؤكدا كثيرون يرغبون في الحصول على تلك الطائرة بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى هذا الاستعراض المهم وهذه الطائرة التي تعد الأحدث في العالم والتي تسابق بريطانيا الزمن للوصول إليها بينما قد تصل إلى يد دول أخرى كما حذرت بريطانيا على رأسها تركيا وروسيا وربما الصين أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر